قام اليوم وزير الزراعة والريم والمعدات الزراعية السيد جامر السليك بزيارة تفقدية للمشروع الزراعي الكائن بمنطقة الليجاه الذي يقوم بتنفيذي النساء الحركة الوطنية للإنقاذ وذلك تطبيقا لنداء فخامة رئيس الجمهورية إدرس دابيتنو الرام إلى الاهتمام بقطع الزراعة والثروة الحيواني محمد أدم محمد تطبيقا ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية إدرس دابيتنو خلال حفل استقبال العام الجديد عام 2018 والذي نادى به شعب التركيز إلى الزراعة والثروة الحيوانية تلك تعد من المصادر الحيوية وسبل التطوير وضمان مستقبل شاد وفي هذا الصدد فقد قام وزير الزراعة والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك والأمين العام لدى الوزارة وعدد من المسؤولين بزيارة تفاقدية إلى مشروع زراعي في مدينة لينيا والذي تم مبادرتها من قبل منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ هذا وقد شهدت للمناسبة كلمات عدة جلها تتمهور عن عهمية الزراعة والثروة الحيوانية وأخذ بعين الاعتبار رسالة فخامة رئيس الجمهورية إدرس دابيتنو لبذل المزيد من الجهود في الزراعة والثروة الحيوانية خلال المناسبة فقد تحدث وزير الزراعة والري والمعدات الزراعية السيد قمر السليك عن أهمية هذين القطاعين وكيفية استغلالهما بصورة لائقة ومنتظمة المبادرة الجامعة أخواتكم في أمباس مبادرة جيدة الغرض منها تكون موديل بس موديل لكن النهاية هذا أنا أريد مشروع مثل هذا يكون في كل حلة أي نسوان في حلة هذا خليه ينظم النفسين والشروع اللي بسويه هنا سويه عندكم هناك هنا ديل بعلمانكم بوجهانكم وكلكم مسل أنتم تستفيدوا منها وتمشوا بك أدام وتجدر الإشارة أن هذا المشروع الزراعي الذي نظمته منظمة نسال حركة الوطنية للإنقاذ يعد الأول في قليم شريبا جرمي سيما في مدينة لينيا ويحمل المشروع أربعة قطاعات حيوية الزراعية والحيوانية والأسماك ومركز لتدريب الشباب لتوعيتهم في هذه المجالات وتبلغ مساحة التي تزرع فيها الآن ثلاثون حكتار لمساعدة أهالي المنطقة لليوم الرابع على التوالي تتواصل النشاطات الطبية لمؤسسة القلب الكبير بمدينة قوز بيضاء حضرت إقليم سيلة حيث تم في هذا اليوم إجراء العديد من عمليات إزالة المياه البيضاء المعروفة بالكترة فضلا عن إجراء فحصات طبية أخرى محمد أبد الله هرون أبريمي والإلاجات المجانية خلال هذه الغافلة الطبية التي أقامتها معسسة القلب الكبير بالتعاون مع معسسة البصر العالمية السودانية تأتي ضمن العمال الإنسانية التي تقوم بها معسسة القلب الكبير تحت شعارح الإنساني تعاون من عجل الرعاية الاجتماعية والتنمية وأقلال أربعة أيام من عمر هذا المقيم الطبي فقد شهد المقيم توافضا كبير من المرضى الذين يعانون من عمراض العيون المختلفة وخاصة المياه والبيضاء التي تعرف بالكترة وعلى حسب الفريق الطبي الذي يشرف على إلاج هؤلاء المرضى فإن جميع الفهوصات والجراحات التي تم إجراؤها خلال أربعة أيام من هذا المقيم الطبي كانت ناجحة وخلال الأيام القليلة المتبقية من عمر هذا المقيم الطبي فإن جميع المرضى الذين توافدوا من مختلف القرى والمدن التابعة لسله سيتلقون لعلاج اللازم وأضاف الفريق الطبي بأن جميع المستلزمات الضرورية متوفرة وبصورة كافية قدم المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في الساحل مساعدات تتكون من أدوية ومعدات بيطرية إلى المندبية الإقليمية للتنمية الريفية وذلك من أجل الاستفادة أو الاستعانة بها في مجابهة بعض الأمراض التي تصيب المواشي بالإقليم قدم المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في الساحل مساعدات بيطرية إلى المندبية الإقليمية للتنمية الريفية بإقليم بهر الغزالة حيث تمثل هذه المساعدات البيطرية في لقهات وأدوات تساعد البيطريين في القيام بعمالهم خلال عملية التطعيم ضد أمراض الالتهاب الرئوي التي تصيب الثروة الحيوانية في خطابه المندب الإقليمي للتنمية الريفية بإقليم بهر الغزالة إيسا هالكي شكر المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في الساحل على هذه المساعدات البيطرية من جانبه الأمين العام لأقليم بهر الغزالة جان قلود أشاد بهذه المساعدات الطبية طالبا من المندبية الإقليمية استخدام هذه المساعدات على أكمل وجه وبدعم من نفس المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في دول الساحل تقوم إزارة الثروة الحيوانية بعمل التطعيم للمواشي بمحافظة الدبابة أتابعة لإقليم حجر لميس وذلك تفاديا من الإصابة ببعض الأمراض الموسمية التي تصيب المواشي محمد حسن عبد الرسول تتواصل حملات تطعيم الأبقار والأغنام ضد عدوى مرض الالتهاب الرئوي الذي يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية حيث أعلنت الحكومة الشادية عبر وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بالتعاون مع المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في دول الساحل المعروف اختصارا ببرابسة بتطعيم الأبقار والأغنام في كافة أقالم البلاد المختلفة حيث تستهدف هذه الحملة أكثر من ثلاثة ملايين رأسما بين الأبقار والأغنام حيث قام فريق التلفزيون بمتابعة هذه الحملة التطعيمية للثروة الحيوانية في مقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميزة وقد نوحظا بأن أملية التطعيم تسير بصورة جيدة هذا ما عبرانه الرعاة المستفيدون من هذه الحملة لكن مبسوطين من قمام دا كل جوب لنا لكن مبسوطين لكن من ضعنين بقرة ماتا ما فيه واللبن كل الزات شغل تلفانك لكن ما فيه أنا مبسوطين باش الدواء جابوا للبقر دا أنا مبسوطين من هكومة القومة الجمال من هناك جابتهم لنا في أرديبي ما شاء الله شكرنا الدباتير الحمد لله جاب لنا الدواء ما أنه اليوم الرية ما أنه مات أبان أنه اليوم البقر بطنها ملاينا دانيلنا كل بطننا ملاينا شغل قصر لنا ما فيه ونسكر رئيسنا إدريس ديبي باسم أنا شعب أنا مويتو و باسمي خاصة نشكر المنظمة الجابت دا 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 دوا أنا من فشفاج دا ومرنا فشفاج دا مرت فصل مرت فصل إذا كان نادم بان في بهمتك دا لازم تخبير السرويس كمپتانت فشان الواحدة العادة يقدر يدمر بهايمك ويعادي جيرانك كله أني نشكر الحاكمة بفكرة الخاص خطفي عراضي هنا مويتو نشكره كثير ومويتو دا فشان هو شافا مويتو زون هنا إليفاج عند بهايم كثير برغم من هذا الانطباع الجيد من قبل المستفيدين إلا أن هناك بعض النواقص اللوجستية للفريق الطبي البيطري الذي يقوم بعمليات التطعيم هذا يمكنني التعديم الى اللقاء للوفق إذا كان ن هداهر اليسر والثيغر الطبي són ال FORشكر الانطبال الفصل وكثيرا من المستفيدين حيث أنه كان هناك بعض النواقص اللوجستة لأننا موجود على حجم سؤ Ł�جي من المستفيدين الآن الكثير عن الـ ـ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٓ هناك ما يضرون الناس في هذا الماء في هذا الماء الزريبان لا يقفى فهل هناك ما يتصبح لدينا بحق أكثر يزال لنا الكثير من الناس لقد جاءنا الكثير من الناس ولكن لا يوجد الأخدام المشكلة لقد شكرا لنا الكثير من الناس و نقول أن هذا المرض أخذ المال المترجمات مستوى لكي تتسجل مهمة كانت تتصدور مهمة فقد تتسجل حدد تتسجل أحادي ومعرفة هنا، فظهر قد طارق وقوم بفطد على العموم فإن الثروة الحيوانية تعتبر هي الثروة الحقيقية للشاد وداعم اقتصادي هام لمصادر الدولة الاقتصادية لذا فإن صحتها ورعايتها أمر في غاية الأهمية